وعادت قعطبة لكن هل عودتها استعادة مواجلة أم خطة نهائية لاستكمال تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الأيام القادمة كفيلة بالإجابة فالأنباء الواردة من الظالع أكدت تراجع ميليشيا الحوثي من أغلب المدن والقرى باتجاه مدينة أبا الموقع الرسمي للقوات المسلحة سبتمبر نت أفاد بسيطرة الجيش على العديد من القرى التي كانت بيد ميليشيا الحوثي غربي قعطبة واستعاد مناطق صامح والدوير وحبيل السلامة ووفق الموقع فإن الهجوم على الميليشيا تم من أربعة محاور حجر وقعطبة ومريس المصادر العسكرية صرحت بأن الحوثيين فروا من كثير من مناطق الظالع بعد خسائر بشرية داخل صفوفهم بينهم قائد قوات الميليشيا في قعطبة وخسائر مادية حيث تم تدمير عدد من الآليات العسكرية القوات المشتركة وفق بيان الجيش فرضت السيطرة الكاملة على مدينة الظالع بعد هجوم شنته مساء الجمعة الماضي ونتج عن العملية العسكرية التي سميت بقطع النفس فتح طريق مريس الذي تم قطعه من قبل الحوثي قبل ثلاثة أسابيع كانت ميليشيا الحوثي قد احتلت بالقوى مدينة قعطبة والقرى المجاورة لها نهاية إبريل الماضي متسببة بقتل مدنيين وخلق حالة نزوح كبيرة للسكان لكن السعادة قعطبة يعد بنظر عسكريين هزيمة للحوثي في الظالع ويدلل بنظر السياسيين على أن هزيمته لا تحتاج سوى لقرار حاسم وهو القرار الذي مل اليمنيون من انتظاره